موسيقى المتوقعة أو المنتظرات التي يمكن أن نؤثر فيها نحن كمغربة أو كمغرب كدولة في الطي للموصول إلى الطي النهائي لهذا الملف بعد كل مراحل التي قطعتها ولكن لا بأس كمقدمة فقط حتى احترم الموضوع كمقدمة فقط لأن ربما قد يأتي بعد انتقادات اللادعة في تعاطي هذا الملف مع هذا الملف داخل الأمم المتحدة خاصة في اللجنة الرابعة لا بأس كمقدمة فقط قبل أن أخوض في النقد المسار أن نذكر بأنه طمأنة للمغاربة وليس طمأنة للإنزواء والقعود مع القاعدين إنما هي طمأنة من أجل التعبئة لمواصلة المعركة الطمأنة وهي حينما نضع على لسان أهل الرياضيات والعلوم منحنة لهذه القضية منذ 1975 إلى الآن حتى نركز فقط على المسير الخضرائي الآن لأن القضية بدأت في المتحدة 1960 فإننا سنرى أن منحنة المشروع الانفصالي يسير نحو الانضحاص في كل المستويات ومنحنة الشرعية المغربية التاريخية الإثنغرافية الإجتماعية القبلية الدينية الانتباع الحضارية إلى آخره يسير متصاعدا بما فيها على مستوى الأمم المتحدة هذا لا نقوله من أجل دردغة المشاعر ولكن هذا الواقع المنحنة بالنسبة للمشروع الانفصالي في أن نشير لبعض النقاط الجبهة 1975 تفتتت وتشتتت وتقطعت بها السغل في كل وادي يعني الجبهة التي كانت جبهة معظم القيادات المؤسسة عادت إلى أرض الوطن عمر الحضرامي البشير الدخيل الذي هو معنا من إيرلندا النوردين البلالي وغيرهم الذين لا أسحة لهم كلهم القيادات العسكرية أكبر قائد عسكري كان في الجبهة هو الحبيب أيوب نترحم عليه توفي رحمة الله عليه القيادات النسائية كجمولة من تأبي كانت تقيم ندوة في مدريد اليوم يعني حينما عادت اليوم وفي الغد أصبحت في الرباط في لاماق تقيم ندوة وتؤكد مغربية الصحراء وغير القيادات يمكن أن نعود 12 ألف 12 ألف من العائدين في إطار الشعار المعروف إن الوطن غفور رحيم إذن منحنا هذا العام النقطة الأولى تفتت وتشضي الجبهة بالإضافة إلى تيارات التي برزت داخل الجبهة تيارة 5 مارس تيارات صغيرة داخل الجبهة التي تشهد لمن يتابع الملف خاصة في الشبكات التواصل الاجتماعي وعلى اتصال بالمغاربة في الأقاليم الجنوبية يعرف أن هناك سيارات صغيرة جدا في داخل الجبهة سيارات كبرى سيار المحجود السلك الذي شرق عن الجبهة ويمقيم الآن بين فرنسا وإسبانيا ومنعته الجزائر من وثائق التي كان يتنقل بها ومنعته حتى من خوض الانتخابات ضد إبراهيم إبراهيم غالي ومنعته هذا أولا دليل على الخوف الجزائر من هذه الشخصية لأنه يعبر عن التيار المستقل عن القرار الجزائري داخل الجبهة بالإضافة طبعا إلى التيار الذي تم تأسيسه في موريطانيا وهو صحراويون من أجل السلام والذي يضم شخصيات لها مصداقيتها بالخصوص مثل مثلا الأخ الذي كان يترأس الأستاذ الذي كان يترأس إتحاد كبتال ما يسمى بجمهورية الوهمية الذي قام بمراجعات فكرية وهذه المراجعات نحن نحييها الآن لأن هؤلاء فعلا في فترة من الفترات كانت توجده معين لا يضر الإنسان بشجاعة ليس من خلال تراجع عن مبادئه ولكن مراجعة المواقف التي كان إذن حينما نستقرأ كل هذه المعطيات بالإضافة طبعا إلى المعطى الأساسي وهو انهيار الحاضمة الجبهة في 75 إلى غاية 1991 أو 88 على الأقل كانت الحاضمة دولتان بيتروليتان بيترودولار جزائري وبيترودولار ليبي ملايير الدولارات تصرف بغير حساب الآن لدينا شهادات مثبتة كنا نقول ذلك قبل الشواهد من الأجانب الآن لدينا شواهد وزير خارجي الأسبق تونسي سيد الحمد والنيس الذي يشهد بنفسه على توزيع حقائب بيترودولار على ممثل الدول الإفريقية في المنظمة الوحدة الإفريقية قبل أن تتحول إلى الاتحاد الإفريقي إذن قلت على أنه الحاضمة انهارت هذا ليس كلام من أجل ضغطات المشاعر الجزائر منذ 1992 منذ يناير 1990 انقلاب على المصار الديموقراطي الذي أفرز فوز الجبل الإسلامي للإنقاذ ودخولهم في الدوامة الحرب الأهلية التي أعطتنا حسب الإحصائيات الرسمية للدولة الجزائرية 250 ألف قتيل ربع مليون قتيل هل يعقل دولة تقتل من شعبها ربع مليون أن تدافع عن 40 ألف أو 74 ألف حسب الإحصاء دي الإسبانيا لتقرير مصرهم في هدف 2019 الآن تفجر الحراك الشعبي الجزائري أعطانا شعارات لم نسمعها في أي دولة عربية في الحراك أعطانا شعارات الشعب يريدوا الاستقلال هذا الشعار فريد خاص بالجزائر لم نسمعه في سوريا ولا في ليبيا ولا في تونس ولا في أي دولة من دولة التي عرفت الربيع العرمي الشعب يريدوا الاستقلال لأنهم يعرفون على أنهم محرومون من تقرير مصرهم إذن هذه الدولة التي كانت تحتضن بعتادها وعدتها المشروع الانفتصالي انهارت داخليا انهارت اقتصاديا انهارت سياسيا وأصبحت معزولة على المستوى العالمي لأن في الفترة فترة ذهبية للمشروع الانفصالي كانت الجزائر تعبر عن كل منظومة منظومة الشرقية أو منظومة الشراكية السابقة كانت تصوت معها بلوك يعني جماعيا دون التفكير إذن انهيار كل هذه العوامل التي كانت تؤجج المشروع الانفصالي يجعلنا مطمئنين على أن المغرب الذي قاوى بإمكانياته الضعيفة أنذاك المشروع الانفصالي الذي كانت تقف وراءه قوتان بترودولاريتان كبريان في المنطقة وهي جزائر بومدين وجزائر القدافي الآن المغرب في وضعه الاقتصادي في وضعه الاقتصادي في وضعه الاقتصادي في وضعه السياسي في وضعه تحالفاته العسكرية والاستراتيجية من دول الخليج إلى دول الحلف الأطلسي إلى عضو أساسي أو حليف أساسي من خارج حلف الأطلسي منذ 2004 إلى تحالفاته الإفريقية الآن 3-4-75% من الدول الإفريقية لا تعترف بهذا الكيان أو سحبت منهم طبعا النواة الصلبة التي ستكون من 11-13 الدولة لم تعترف قطعا بهذا الكيان والأخرى التي سحبت تدريجيا اعترافاتها إلى أن أصبحنا الآن ما بين 12 إلى 13 الدولة إذا زلنا منها 3 أو 4 دول كبرى مثل نيجيريا وحتى نيجيريا في الطريق كينيا التي هي أيضا في الطريق صحب الاعتراف ستبقى إيثيوبيا وأظن أن هناك مفوضة إذن مع إيثيوبيا ورأيتم تحركات قيادة العليا للجيش الإيثيوبيا والاتفاقات الموقعة مع المغرب ماذا يبقى من غير هذه الأربع الدول؟ دول ميكروسكوبيا أو دول التي تشترى وتباع بالبيتردولار الجزائري بقية الدول المعترفة بالكيان الوهمي حوالي 29 دولة يعني في المجموع بما فيها الإفريقية 12 إفريقية 29 في المجموع كلها إذا استثنين نحتهم وإذا ستولى 4 دول الميكسيك والكولومبيا وفنزويلا دول ميكروسكوبية مجهرية لو طرحت بعض أسماءها لما وجدتمها في الخارطة إذن في هذا المجال العام يمكن أن نقول بالإضافة الآن إلى الاعتراف الفرنسي الاعتراف قبله الأمريكي مهما يقال عن الاعتراف الأمريكي الاعتراف الأمريكي ثابت تم نشره في مقابل جريدة رسمية المغربية وهو السجل الفيدرالي الأمريكي ووزع كوثيقة رسمية على أعضاء مجلس الأمن حتى الفرنسي الآن إسباليا لم توزع كوثيقة رسمية وطالبنا بذلك من خلال مقالتنا يوزع الموقف الأمريكي ثابت كان هناك رسائل 27 سناتورا أمريكيا تطالب بعد صعود بايدا بتراجع الموقف لم يفلحوا إسباليا نفسها تذكرون الأزمة ديال 2021 2021 تلت أشهر من الأزمة كانت نهايتها استقالة وزيرة خارجة إسبانيا لأنها أخطأت وعبرت يعني في العلن ما كانت إسبانيا منذ 1975 تقوم به في الخفاء وعبرت أرانشلايا بأنها دخل أن إسبانيا دخلت في مفاوضات مع الفريق الجديد البيت الأبيض لأنها معروف البيت المتحدة ما بين تاريخ الانتخابات وظهور النتائج وتاريخ استلام الرئاسة كان واحدة تشهور تقريبا ربنا هذه مولودة من ثلاثة القرن السابقة لأن كانت الوسائل التصال ضعيفة وليست مثل الآن وبالتالي هذه كثلت تشهور ديالا استلام إدارة بايدا عن إدارة ترامب تدخلت تدخلت الحكومة الإسبانيا من أجل دفع إدارة بايدا الجديدة للتراجع فكان الرفض وهو ما دفع طبعا أزمة كبيرة كانت ما بين مغرب وإسبانيا انتهت أيضا باعتراف الإسباني من خلال الرسالة التي وجه بيدرو سانشيز بعد سنة من الأزمة وقبل ذلك استقالت هذه الوزيرة وزيرة الخارجية والعودة إلى الواقعية في التعامل مع المغرب إذن الإطار العام الدول العربية دون ستنة بستنة الدول التي كانت يعني الآن هي كلها غارقة في الحروب الأهلية كانت في اليمن وليس اليمن الحالية مؤحدة اليمن ديمقراطية الشراكية الشيوعية وكانت سوريا فيها أيضا تمثيلية للجبا غير هؤلاء الجزائر وليبيا القدافي تراجعت للاعتراف منذ اتفاق وجدة أو اتفاق سيرث الوحدة الذي نشأ عنه الاتحاد العربي الإفريقي في الثمانينيات موريطانيا كلنا نعرف على أنها اعترفت تحت التهديد كانت هناك حرب سنة 78 وصلوا إلى مشارك موكشوت قتلوا حوالي 2000 لذلكنا دائما نقول إخوة الموريطانيين في كتاباتي أو في لقاءاتي معهم هل يعقل أن تنسوا دماء 2000 شهيد موريطانيا على أيدي الجزائر وجبه الانفصالية حتى تضعوا أيديكم في أيدي هؤلاء القتلة موريطانيا اعترفت تحت التهديد والموريطانيا المغربية تفهم موقفها لذلك لا تراحضون أي انتقادات رسمية توجه للموقف الموريطاني رغم ما يبدو على أنها استفزازات مثل استقبال قيادات جبل انفصالية وفرش البسطة الحمراء على عكس ما يقوم به المغرب مع الدول الأخرى إذن قلت الإطار العام للمنحنة هناك اندحار للمشروع الانفصالي وهناك صعود مستمر بيقين وبثبات لإثبات الشرعية التاريخية والشرعية الحقة لمغربية الصحراء العودة إلى الأمم المتحدة أمم المتحدة الملف دخلها سنة 1960 محطة أساسية بماذا دخل هذا الملف حتى الأولاد المشككين سواء من المنفصاليين أو المنفصاليين الذين لا يظهرون ذلك أو الذين يضميرونه 1960 دخل فيها دخل إلى اللجنة الرابعة وهي التي تسمى لجنة تصفية الاستعمار الملف تحت مسمى ملف تقرير مصير سيدي إفني والصحراء الإسبانية التي كانوا يطلقوا على الصحراء الإسبانية لأن إسبانيا كانت تحتلوها فأخذت مجرد معرفة على أن الملف في سيدي إفني الذي لا يتناطح فيه عنزان على أنها مغربية وصحراء الإسبانية أنذاك والصحراء الغربية الآن أو الساقية الحمراء وهو الدهب هذا دليل على مغربية الصحراء لأن الممتحدة لم يثبت أن قبلت ملفا فيه منطقتان غير مرتبطة مع بعضهما كملف لتقرير المصير النقطة الأولى النقطة الثانية داخل اللجنة الرابعة تتعلق بكون أن الملف تقرير المصير ينظم وتنظمه توصيتان داخل اللجنة الرابعة 1514 وغير قلب الأرقامة تعتكم للتوصيتان وهي 1541 1514 فيها في الفقرة السادسة تتحدث على أنه كل تقرير مصير ينتقس من سيادة ووحدة أراضي دولة معينة فهو يتنافى مع مبادئ مجلس الأمن هذه الفقرة لن يزدوها؟ لأننا نحن نتحدث هذا التوصيي للـ 1514 رمز المستقل التي تحتل دولة العدو المحتضين لهذا المشروع الانفصالي وسأعودي لهذا النقطة دولة العدو نحن نتحدث في 1960 لماذا الأمم المتحدة تدخل الفقرة كل ما يمس وحدة الترابية ووحدة أراضي الدول يتنافى ويتناقض مع مبدأ تقرير المصير لأن في الواقع هذه الفقرة أدخلتها الدول التي كانت استقلت آنها داك والدول العالم الثالث مدعومة بالاتحاد السوفياتي والمعسكر الشرقي لأن الدول الغربية كانت قد بدأت في تفتيت وحدة الدول أو المستعمرات يعني كانت لديها بعض وحدات فبعد تصاعد المد التحرري بدأت تفتيتها وهو ما حدث مع المغرب لأن المغرب تعرض لشكل آخر في حقيقة هو تقسيم بين قوتين استعماليتين وبالتالي هذا المبدأ 1514 أو للتوصية 1514 لتقرير المصير نحن لا يجب أن تخيفنا لأننا أصلا معنيون بالفقرة هذه لأن لا يتعارض تقرير المصير مع وحدة وسلامة أراضي وحدة ربيع لأن تكتيب تعيط غيال للدول المعنية بتقرير المصير المبدأ هذا المبدأ 1514 بالنسبة لللجنة الرابعة هناك لذلك قلت سأتعرض التقريبات بالإيجابيات سأتعرض الآن لانتقاد اللجنة الرابعة ما لا يعرف الكثير من المغاربة أنه مع الأسف إلى يومنا هذا الذي يقدم توصية تقرير المصير سنويا في أكتوبر لدى اللجنة الرابعة تابعة للجمعية العامة هي الجزائر والمغرب ماذا يقوم بماذا يقوم المغرب عرض أن يعبئ للتصويت ضد هذه التوصية المغرب يقوم بإدخال تعديلات على التوصية التي يتقدم بها الوفد الجزائري منذ عامة 1995 كل سنة كل سنة بدون استثناء كانت وقل سنة واحدة كان أحاول فيها المغرب كل سنة تقدم الجزائر هذه التوصية والمغرب هيب على دولة يعني تتعامل مع مشروع يقد تقدمه التي تسعى بكل ما أوتيت من اقتصاد وبيترودولار ونفط وغاز وزيت لتدمير وحدة المغرب وشاركت في القتل ما بين 2000 إلى 5000 شهيد مغربي في حرب الاستنزاف ما بين 1975 إلى وقفة لقنارس 1991 عندنا إخوان هذا يحتل على مرسل ممكن تحدد الشيون مع أن نحتشي شريع لا في الرباط ولا في أقادير ولا في قيك ولا في تطوان ولا في وجدة ولا في أي مكان يحمل مثل الكولوني القجدامي الذي كان يثمثل بوعبوع بوعبوع لدى يقض مطاجع الجبال الإنفصالية والجزائر هذا 2000 لم نكن نعرف مجتن أسماء دينهم كيف يكونون هما وربما يكونوا آرامي دينهم الآن لا يملكون حتى البيت ولا حتى ما يدفعون به الإجاب وكنت كنت تشوف في شريع معمود خامس مظاهرات القدماء الجيش جيش الملكي قوة المسلحة الملكية اللي ما عندهم مش معاشات ربما ما كتجول شي 600 800 دينهم إذن هاد هاد الدولة اللي قتلت من المغاربة لنحنا كان هاد الشعارة ذي الخاوة الخاوة والآخرين نعم نحن عقائديا ودينيا وعروبيا وأمازيغيا إخوة ولكن الآن واش ألمانيا لما كانت فرنسا لما كانت قالوا إخواننا الأوروبيون لا نتقاتل معهم قاموا بالحرب لأن من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم هذا قانون إلهي وقانون الشرائع الدولية الحق الرض مكفول في القانون الدولي نحن نتعرض لحرب حقيقية منذ 50 سنة فيها طرد 45 ألف عائلة مغربية شردوا وانتزعت منهم امتلاكاتهم 45 ألف عائلة تقريبا ما يوازي 300 400 ألف ناس أمام غريبية فيهم أطفال ونساء وشيوخ طردتهم الجزائر في سنة 1995 بماذا بحجة ماذا اقتلعوهم قين فيهم لم يكن يعرف عنهم غريبي لأنه جدو أو أب جدو الذي هاجر من الهاجرات الأولى 1910 و2020 الذين كانوا يشتغلوا في الفلاحة في هران في الجزائر وفي ميتيتجا وغيرها من المناطق هؤلاء طردوا لأن بومدين قال لهم هذه يسمها هذه الآن موجودة في فيديوهات اليوتيوبات اللي بغيتها بعد فأرشيف الجزائري هذه المسيرة الكحلة ضد المسيرة الخضراء ما دنبوا هؤلاء لذا كان أصف الجزائري دولة العدو أنا لا أقصد الشعب دولة العدو ما دنبوا 300 ألف إلى 400 ألف مغربي إلى الآن صدرت أموالهم صدرت معقاراتهم صدرت حساباتهم البنكية وخرجوا بمنافسهم التي عليهم وفي أي يوم في أي يوم في يوم عيد الأضحاء سنة 1975 كارثة كارثة عظماء ونحن ما زنانا أقول أن هؤلاء إخوتنا لا ليسوا إخوتا لنا الدولة ليست إخوتا لنا هم عدول لنا وسط نعم نعم نوقف نعم نعم أرى تقرأت الجزائر ويطار لجنة الرابعة لأنها تقوم نعم 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 تقرأت الجزائر حقا في حجاتك كبير لأنها في اللجنة الرابعة هي التي تقدم بالتوصية كل سنة والمغربي يكتفي غيب إدخال تعديالت عليها وهذه المقاربة أصلاحة مرفوضة المغربي تجب أن يعبئ هذه المقاربة هي الكسلة دي الكسلة المعنونش دراع المعنونش دراع يعني يعني تيخاف المتعبئات والحرق سنعبؤوه الإخوان في الجنان الرابعة ربشي نصف دير 192 دولة يكفي تعبئة 60 دولة والآن بأغرض الأيمان ممكن أن نقسم على أنه المغرب عنده 60 دولة في جيبه الصغير إذا جمعنا في الدول العربية ودول إفريقية والجزائر لا يمكن أن تجمعوا الدليل اللي يتابع فيكم مباشرة على القناة للجنان الرابعة كل سنة جلسات الأمم المتحدة تبثوا مباشرة لكي يتابع الآن الذين يصوزون مع الجزائر لا يتجوزون في أحسن الحالة 15 دولة وبالتالي المغرب بإمكانه أن يفصل منف الصحراء إذا الدبلوماسية المغربية اشتغلت لمدة سنتين لا أقول سنة واحدة مدة سنتين من الآن نحن في نوفمبر أكتوبر 2014 أكتوبر إن شاء الله 2016 بتشمير على ساعدي الجد يمكن أن نصوت على توصية داخل اللجنة الرابعة تفيد بأنه ساكنة الصحراء قررت مصيرها ويمكن أن أصد الكثير من الحجج القانونية من وجهة نظر القانون التي تؤكد ومن بينها فقط إذا راحتم غير في الانتخابات التي تمر في الأقاليم الجنوبية ربما أكبر منطقة ما هي الأقام الرسمية لغاية يشكك فيها المنفصاليون أو غيرهم لكي أقول لك 75% ما غير هذا الحر أنا أتابع لناس عادي أصدقاء وزورت المنطقة وأزورها دائما الحروب التي تقع في العيون وفي الداخل وفي الصمارة وفي جراءتنا الانتخابات ما بين ممتل الأحزاب من الأقبائل الصحراوية لا يمكن تصورها يعني وحد العنفوان الذي يدخلون به هذه الانتخابات لا يمكن تصورها من غير الملحجاج المعروفة وهو أنه يعني مشاركة في الانتخابات مشاركة في الاستبتاءات هذا كله تأكيد لمغربية هؤلاء الناس بالإضافة إلى أنه اتفاق 1975 في المدريد ماذا كان ينص كان ينص على أن الاتفاق على علاته القضية التقسيم مع موريطانيا والآخر تذكر عندها جواب معناش ناش ناشكالية معها ولكن نحن في قضية تسخي الحمراء نعم سيد باشير نعم 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 لا في الاتفاق 1975 بالنسبة ل إسبانيا كان شو كان فيه كان فيه لأنه إسبانيا يعني تتخلى عن إدارة الصحراء الصحراء الإسباني كانت ما إسبانيا أن ذاك الساقي الحمراء وتي دي إفني وتحول إدارتها بالنسبة ل الساقي الحمراء إلى المملكة المغربية والجزء الآخر تيرس الشرقية أو الدهب إلى موريطانيا والنقطة الثياقية لا تولى بعد النقطة ذاك الاتفاقية الصحراء واحدة والنقطة الأخيرة أنه هذا الاتفاق يصبح يعني بمثابة أسد والصحراء رحمة الله عليه الجماني وحاجة تيرسعيد الجماني هذا الأسد حاول الجزائر شراءه في مدريد في الصفارة الجزائرية في مدريد أثناء الحديث مع الأمم المتحدة كانوا متواجدا دعوه وفحوا من بعد في الصريحات الصحفية اجتمعت الجماعة الصحراوية بعد توقيع اتفاق مدريد اجتمعت الجماعة الصحراوية وصوتت على الاتفاق وبتالي المفروض طوية نهائيا لولا المذكرة التي تقدمت فيها الجزائر كان جوج المذكرة تنتبس بها حصوص كان المذكرة 38-54 أو 38-54 أحيانا الأرقام تنقلب با وهي تتقدم فيها المغرب و34-58 ألف التي تقدمت فيها الجزائر طبعا هتقوله ألف رسم قاتبة لا الجزائر بحالي داروا معنا في الحكم الذاتي 2007 دائما كي يتعاملوا معنا بواحد مكر وخداء المغرب جاء بشي يقدم بيننا وقعنا اتفاق مع القوة الاستعمالية قررنا المصير الجماعة الممثلة لسكان الصحراء صوتوا بأنهم مغاربة وأن الاتفاق نافذ جاء بالتوصية من أجل تصويس عليها إجراء روتيني داخل اللجنة الرابعة ومن بعدها في الأسامبل الجين الرابعة الجمعية العامة ويطوى الميلف إذا صدرت هذه التوصية الجزائر لما علمت بنوايا المغرب في الليلة قبل ما يقدم المغرب قدموهما هذيك ربعة وثلاثين تثمين وخمسين ألف وعطت لها الممتحدة ألف إحنا المجينا في الصباح وقناهم ديجا سبقونا حطينا هذا شنو هذي كل الأخرى تتقولون ملا لحنا نانقبل رغم أنهم تصريحة ذي لبهم ديجان فعنا في مؤتمر الجامعة العربية في الرباط في الرباط في الربعة وسبعين وقبل منها اتفاق ديجان لنا ما يسمى باتفاق ما بين مغرب والجزائر ما يسمى باتفاق الاستيطان لكي يسمح المغاربة لعندهم أراضي في صحراء الشرقية من بينهم مدينة فيقي أنهم يوصلون لأراضي دينهم دون الإجراءات دين الختم دين الأجوازات ودون تعقيدات إلى آخر يعني طعنوا وخانوا العهود والمعاهدات التي قطعوها مع المغرب وقدموا هذه التوصية وهي مصمرجحة إلى اليوم ولكن مصمرجحة نحن نساهم فيه الخارجية لم تقوم بأي مبادرة من أجل تصويت ومن أجل تعبئة 60 واحد داخل اللجنة الرابعة من أجل تصويت لما يقول لكم لأن قد يقولوا قائل هنا أو في الصحفة غدا يقول لك بحالي وقعات 75 هل توقع تدبا يعني غادي حتى الجزائر هل توقع توصية أخرى نحن قلنا على أن الآن العزة الجزائرية وهذه الفرصات هنا العزة الجزائرية لا يمكن أن تجمع أكثر من 15 صوت أو 20 صوت وباشدوز هذه المذكرة 60 صوت وإذا المغرب كان متحكماً في 60 صوت اللي حسبناهم ما بين دول عربية والدول إفريقية فمعناها حسم الأمر واللي ما كان عرفوه هو أنه اللجنة الرابعة رهي البريم على مجلس الأمن لأن حينما تطوى القضية علاج خلاص تصميم مجلس الأمن مجلس الأمن لأنها عجزات لجنة الرابعة الوصول فيها إلى حل وبالتالي المجلس الأمن تعاطى مع هذا الملف حينما ستطوى القضية وتصدر توصية عالية بسيطة فيها سعى وحدة بأن الساكنة قررت مصيرها واندمجت لأن حتى تقريب المصير رأي في ثلاثة دي الخيارات يعني تعريف قلنا قبلها 1514 يك في 1541 كيف يقولك تعريف تقريب المصير تقريب المصير يمكن أن نعتبر منطقة واختم بها سيلا خلفي لك متبتر مع المخت وعنك الحق لو خالفك 1514 تقول على أن منطقة معينة قامت بتقرير مصيرها حينما تستقل عن الدولة التي كانت تابعة لها أو حينما تندمج داخل دولة أخرى أو حينما ترتبط بنوع آخر من الاتفاقيات اللي هو بحال الحكم الداتي أو ما هو في حكمها وبالتالي الاندماج أو الحكم الداتي فهو تقريب المصير بمنطقة اللجنة الرابعة والتوصية لـ 1541 بقي أن أقول على أنه لا أحد يستطيع أن يفرد على المغرب أي شيء من بين الحلول المطروحة مدام هذه ديروا ربما مذكرة من المقترحات وخمت في العرض دي المراحل وموصلنا لديمستورة والتقسيم ديالولي والتقسيم جزائري اللي طرحته الجزائر في 2000 وجوج طرحته في نوفمبر 2001 على جيمس بيكر الرئيس أكيد أنه الدمعة في شنطات الكتر والدولار ولكنه ما عنده ما عنده المقر ديال الأمم المتحدة ما عنده المقر ديال مؤسسة بيكر جيمس بيكر تأي مؤسسة مؤسسة ديال موبيينك على شجار رايش جا هكذا في اللقسة بالله رجال معها شي براكة بحي حسنا منك كان شو زروس شي والي ولا شي سيد كان ديو زيارة شمع والشمع والزراع والسكار وذلك داز البركة وجيمس بيكر في تقرير دياله اللي أعطاه الأمين العام شهرين بعد ذلك أو ثلاثة أشهر في فبراير 2000 وجوج صدرات تقسيم وفي التقرير مذكور على أنه باقتراحه من الجزائر أين هو تقرير المصير اللي تقول لك الجزائر على أنها تدافع عن المبدأ تقرير المصير كتقدروا تقسيم كتصرحوا كان بعض المبادئ التي تتقر Pinehill عن الاستعمار عدم المساس بالحدود المتورة وعين سنضع اليوم هذا المبدأ ال attacks اين سنضع اليوم جنوب السودان إذا طبقنا هذه المبدأ في الاتحاد الإفريقي اين سنضع اليوم إراتريا إذا طبقنا هذا المبدأ في الاتحاد الإفريقي إذا طعنا هذه الشعار الشعار لذا تقبلوا تقسيم القواعد القانونية لا تقبلوا التقسيم أين سنضعوا هذه الشعارة بالنسبة لجنة الرابعة الناس كيتخوفوا من المغرب ما رأي يوقع كيف يقولك الانتقال للفصل السابع يستحيل كما تستحيل طروع الشمس من الغرب إلى قيم ساعة يستحيل تطبيق الفصل السابع لسبب ما فصل السابع على حد ذات الميطاق للأمم المتحدة كيف يمكن استهدار للفصل السابع وهو في الحالات التي يتم فيها تهديد خطير للسلم والأمن العالمي ونحن هنا في الحرب العراق أنه لا يستطيع إصدر القارة دي الحرب استطيع إصدر القارة دي الحصار دي العراق وأمريكا تدخلت خارج القواعد القانونية ونزيد بأنه ليست هناك شرعية دولية عندنا مثل طيوان طيوان وحدها شاهدة على أنه ليست هناك شرعية دولية هناك مصالح وهناك محبكة لذباً مغرية مع فرنسا ومع المعنوية المتحدة الأمريكية غير نختم بها دي طيوان وحقك عدة مرة غير نختم بها طيوان طيوان كانت منذ نشأة الأمم المتاحية سنة 1945 وهي تجلس في مقعد الصين الوطنية داخل مجلس الأمن عضوا في المجلس الأمن طيوان عضوا في المجلس الأمن إلى من 45 إلى ألف وتسعمية وفقش واثنين وسبعين ماذا حدث؟ باش حيدوا طيوان وحطوا بلسطها للصين الشعبية زيارة دي هون رايك تنجر إلى الصين في إطار الحرب البالدة باش يجرر عنده العملاق الأصفر ويهررس تحالفات التي يضعي الأستاذ بلادي الجيو بوليتيكي مع الانتحاد السوفيتي جرر عنده الصين وقبل أن الصين تأخذ المقعد في الطيوان أين هي الشرعية الدولية؟ الطيوان من 45 إلى 70 وهي عضو في الأمم المتحدة سحبت منها العضوية التي تعوضها الصين واحد جوج في الأنتهي في طيوان جوج أنتهي الآن سنوردين واجز وإن كان القرار لأن الصينيين تأخذ الموقع والحرار الصيني سامح لكن هذا كان مرهن على أنه ليس هناك شرعية دولية هناك مصالع هناك دفع وآخرها روسيا بعض في حيث في مجلس الأمن التي اقتطعت شي بجزيرة القرم شي بجزيرة القرم روسيا وقرانيا كانت دولتها بعد نيارة تحاد السوفيتي وإتكتها تعترب الأخرى وروسيا في 2014 أخذت جزيرة القرم ما كان همضوش على وقرانيا الحرب الآن غير شي بجزيرة القرم إذن ليست هناك شرعية دولية وبريطانيا وفرنسا كلهم عندهم مرابق غير مستمتعب حكم لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم قوة